السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم معي افنونا هاند ميد يارب تكونوا بخير ان شاء الله النهاردة زي ما احنا شايفين هنعمل حاجة بسيطة من الكروشي لكل محبي الكروشي اه لو انت لسه ما تعرفيش غير غرزة السلسلة وغرزة العمود بلفة تقدري تعملي معايا النموذج ده بسيط وسهل ممكن نعمل منه مشاريع كتير على سبيل المثال الاسكارفة او الكفية او الشال الحريمي بسيطة وسهلة هنشوف هي بتتعمل ازاي مع بعض ده نموذج منها من نفس الغرزة اللي احنا هنشتغلها النهاردة اه مبسط اهو هنشوف احنا هنعملو مع بعض ازاي دلوقتي بس بلون فاتح شوية علشان تكون الغرزة اه بينه انا هبتدي بعدد من غرزة السلسلة طبعا غرزة السلسلة الكل بيعرفها وموجود اه شرحها في فيديو منفصل على القناة اه هبتدي بعدد من السلاسل اه بيقبل الاسمة على رقم تسعة يعني هبتدي بعدد يقبل الاسمة على تسعة وبعدين هضيف عليهم اربع سلاسل يبقى تسعة زائد اربعة يبقى انا هبتدي بواحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة كده بقى عندي تسعة سلاسل كمان تسعة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة كمان تسعة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة هنكتفي بالجزء ده يبقى انا اخدت سبعة وعشرين غرزة سلسلة سبعة وعشرين غرزة سلسلة يعني تسعة في تلاتة وبعدين هضيف اربع سلاسل واحد اتنين تلاتة اربعة يبقى تسعة زائد اربعة اه ممكن بقى تمنتاشر سبعة وعشرين ستة وتلاتين وبعدين بضيف اربع سلاسل في الاخر انا طبعا قلت هشتغل بغرزة العمود بلفة ارتفاع غرزة العمود بلفة تلات سلاسل يبقى انا هرتفع تلات سلاسل واحد اتنين تلاتة ودي طبعا اول خطوة معي والارتفاع التلات سلاسل هاعتبرهم اول عمود معي في السطر دوت اول عمود يبقى التلات سلاسل الزيادة اللي انا هضفتهم الارتفاع هاعتبرهم اول عمود معي وبالتالي مش هشتغل في السلسلة الاولى في السلسلة الاولى من العدد الاصلي بادي اول عمود معي هاخد لفة وهروح للسلسلة اللي بعد كده واعمل عمود بلفة يبقى انا ارتفعت بعد ما اخدت التسعة زائدة اربعة ارتفعت تلات سلاسل اهم واحد اتنين تلاتة واحد اتنين تلاتة اول سلسلة اللي هي بتعتبر الرابعة تجهلتها ليه ومشتغلتش فيها لان انا اعتبرت السلسلة التلات سلاسل ارتفاع هما اول عمود معي وبعدين هتضيف عليهم تلات اعمدة كمان يبقى اول تلات سلاسل هما اول عمود السلسلة اللي بعد كده هعمل فيها عمود السلسلة اللي بعد كده برضو هعمل فيها عمود واللي بعديها برضو عمود يبقى انا عملت اربع اعمدة تلات اعمدة في تلات سلاسل وتلات سلاسل ارتفاع عملولي اول عمود بلفة يبقى انا كده معي بداية السطر اربع اعمدة اول تلات سلاسل وبعدين في كل سلسلة واحد اتنين تلاتة يبقى اربع اعمدة في المجموع وبقى انا كده بدأت شغلي مزبوط بعد كده هتخطى سلسلتين واحد اتنين وهاخد لفة على الابرة واروح لتالت واحدة ادخل فيها واخرج ااخد لفة واخرج من حلقتين وبعدين اخرج من حلقتين يبقى انا عملت عمود تخطيت سلسلتين واحد اتنين وفي التالتة عملت عمود بلفة وبعد العمود في لفة هياخد تلات سلاسل واحد اتنين تلاتة وهاخد لفة على الإبراء وأنزل في نفس المكان اللي أنا عملت فيه العمود في نفس السلسلة وهدخل فيها أعمل كمان عمود بنفس الشكل ده طيب يبقى أنا عملت أربع أعمدة ثلاث أعمدة واتبرت الثلاث سلاسل عمود يبقى أربع أعمدة تخطيت اتنين سلسلة واحد اتنين وفي السلسلة الثالثة عملت عمود ثلاث سلاسل عمود في نفس المكان نكمل هاخد لفة على الإبراء علشان أعمل عمود بس في الأول هتخطى برضو واحد اتنين يبقى أنا هتخطى كمان سلسلتين واحد اتنين وهدخل فيه السلسلة الثالثة وهعمل عمود بلفة ثلاث سلاسل لا عفوا يبقى أنا هتخطى سلسلتين احنا عملنا الخطوة دي هتخطى سلسلتين برضو بس هعمل أربع أعمدة المرة يبقى أنا هتخطى واحد اتنين وهعمل أربع أعمدة واحد اتنين تلاتة أربع يبقى أربع أعمدة سبت سلسلتين وبعدين السلسلة الثالثة عملت اتنين عمود وفي النصف تلات سلاسل وبعدين تخطيت سلسلتين وعملت أربع أعمدة وربعض هاخد لفة وهتخطى برضو واحد اتنين وفي التالتة هعمل عمود تلات سلاسل واحد اتنين تلاتة عمود في نفس المكان وبعدين اخد لفة وهتخطى واحد اتنين وبعدين هعمل أربع أعمدة واحد السلسلة اللي بعدها برضو عمود اللي بعدها عمود أربع أعمدة وراء بعض فأربع سلاسل أربع تمام برضو هروح للخطوة اللي بعد كده هاخد لفة على الإبرة أتخطى واحد اتنين وفي التالتة أعمل عمود تلات سلاسل واحد اتنين تلاتة عمود في نفس المكان دلوقتي هتخطى اتنين سلسلة واحد اتنين وهعمل أربع أعمدة في أربع سلاسل واحد اتنين السلسلة اللي بعدها تلاتة السلسلة اللي بعدها أربع تمام يبقى أنا كده عملت ايه بدأت بأربع أعمدة وانتهيت برضو بأربع أعمدة هنيجي للسطر اللي بعد كده هاخد ارتفاعي عادي خالص واحد اتنين تلاتة وقلنا بنعتبرهم أول عمود موازي كده مقابل للعمود الأصلي الأول أهو هلف الشغل بتاعي خلاص يبقى ده أول عمود فوق الأول عمود عندي هاخد تلات أعمدة كمان فوق الأعمدة واحد والعمود اللي بعده عمود برضو والعمود اللي بعده كمان عمود يبقى أنا عملت أربع أعمدة طبعا باعتباري تلات سلاسل دولة عمود أدي أربع أعمدة وبعدين هاخد لفة على الإبرة وهروح للفراغ اللي أنا أخدته اللي هو الثلاث سلاسل وهاشتغل فيه خمس أعمدة واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة عندي بعد كده هيقابلني الأربع أعمدة اللي أنا اشتغلتهم في السطر اللي فات ما ليش دعوا طبعا بالعمود ده أنا ليا في الأربع أعمدة واحد هشتغل فوقهم برضو أربع أعمدة واحد اتنين تلاتة أربعة كده أربع أعمدة هيقابلني الفراغ اللي هو كانت تلات سلاسل ما بين عمودين هشتغل خمس أعمدة واحد اتنين الغرزة دي سهلة جدا نموذج بسيط تقدر تعملي منه مشاريع مختلف تلاتة يبقى هنعمل أربعة هنعمل أعمود كمان يبقوا خمس أعمدة هاخد لفة على الإبرة وهروح للأربع أعمدة اللي وراء بعض في السطر اللي فات وهعمل فوق كل عمود عمود بلف اتنين العمود اللي بعده برضو هعمل فيه عمود والعمود اللي بعديه هعمل برضو عمود هيقابلني الفراغ هعمل فيه خمس أعمدة واحد كده اتنين تلاتة أربعة خمسة اللي جاي للوقتي الأربع أعمدة طبعا العمود ده ما ليش فيه مش هشتغل فيه أنا بشتغل في الفراغ اللي ما بين العمودين دولا هاخد لفة وهروح للأربع أعمدة واحد اتنين تلاتة أربعة واحد والتاني برضو هعمل فيه عمود والتالت هعمل فيه عمود وطبعا أنا في الأول اعتبرت التلات سلاسل عمود فأنا هعمل فيه واحد اتنين تلاتة السلسلة رقم تلاتة هعمل فيها برضو عمود عشان تكملي السطر لبأ أنا بدأت بأربع أعمدة وانتهيت برضو بأربع أعمدة بمنتهى البساطة هرتفع تلات سلاسل واحد اتنين تلاتة وهعتبرهم أول عمود معايا في السطر وهلف القطعة أو الشغل بتاعي وهيكون تكرار للسطر الأول اللي أنا اشتغلته هاخد لفة ده أول عمود العمود اللي بعديه عمود واللي بعديه عمود علشان يكونولي أربع أعمدة كده ده أول السطر بأربع أعمدة هاخد لفة على الإبرة وعندي الخمس أعمدة هم دول الخمس أعمدة اللي أنا اشتغلتهم في الفراغ هاجي في منتصف الخمس أعمدة وهشتغل يعني هفوت واحد اتنين وهشتغل في العمود التالت رقم تلاتة هاجي أفوت واحد اتنين وهاجي في العمود التالت وهعمل عمود تلات سلاسل عمود هو نفس تكرار للسطر الأول وبعدين طبعا العمودين اللي بعد كده أنا مليش دعوة بهم خالص اللي هم تكملة الخمس أعمدة شغلي هيكون في الأربع أعمدة اللي كانوا في السطر اللي فات فوق كل عمود 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 تلاتة 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 هروح للخمس أعمدة وهفوت واحد تلاتة وهاجي في التالت وهعمل عمود تلات سلاسل وفي نفس العمود هعمل عمود تاني طبعا العمودين الباقيين مليش دعوة بهم وهروح للأربع أعمدة وهعمل فوق كل عمود واحد عمود باتنين تلاتة أربعة طبعا عشان في ناس بتسأل على رقم الإبرة ممكن أكون نسيت أقول رقم الإبرة أربعة ألمونيوم والخيط ده متوسط السمك اللي هو أليس بيرك تقدر تستخدمي بقى الخيط اللي ينسبك دوت كان هيمالايا وكان برضو الإبرة رقم أربعة دلوقتي عندي الخمس أعمدة هفوت واحد اتنين وهدخل في التالتة وهعمل عمود واحد اتنين تلات سلاسل في نفس المكان عمود دلوقتي عندي العمودين نولا تكملت الخمسة مش هشتغل فيهم وهروح للأربع أعمدة اللي في نهاية السطر أهم واحد اتنين تلاتة أربعة وهشتغل فوق كل عمود عمود واحد اتنين تلاتة وطبعا زي ما قلت التلات سلاسل باعتبرهم عمود بشوف هو أول سلسلة فين وهشتغل فيها أهي أول سلسلة فيهم وهشتغل برضو فيها عمود بلف تمام بالشكل ده وهرتفع بنفس الطريقة تلاتة أعمدة سهلة جدا وبسيطة ومناسبة مشاريع كتير تلاتة أعمدة وألف القطعة بتاعتي أهو وباعتبر التلاتة دولة أول عمود مقابل هنا للعمود الأول وهعمل عليهم تلاتة أعمدة واحد وفوق التاني أهو تلاتة كده بقوا معايا كده أربعة كده أربعة أعمدة طيب اللي بعد كده الفراغ هعمل فيه خمس أعمدة واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة اتنين أربعة خمسة طيب هيقابلني بعد كده الأربعة أعمدة اللي كل عمود فيهم لوحده هشتغل فيهم أربعة أعمدة وفي الفراغ اللي هيقابلني اللي هو بتاعي تلات سلاسل هعمل خمس أعمدة بعد كده هيقابلني الأربعة أربعة عمود هعمل أربعة عمود فوقيهم وهنا هعمل خمسة عمود وهنا برضو هرتفع هكمل اربع اعمدة فوق كل عمود عمود وارجع ارتفع واكرر السطر رقم اتنين بالزبط يبقى هو سطرين وانا ببتدي اكررهم فكل مرة يارب يكون الشرح واضح وسهل يكون مفيد للجميع اتمنى اللي بيشوف القناة لأول مرة يشترك وفعل الجرس يارب يعجبكم شغلي وبازن الله تكتبوا لي رأيكم في التعليقات وما تنسوش طبعا اللايك بشكركم جدا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته